خلينا قبل من نتكلم عن القرارات اللي هتحل نتكلم أصلاً بقى عن الشكاوى كانت ايه يعني يمكن في البيوت المصرية كلها عندها العفريت بتاع السنوية العامة كل الناس خايفة عايزة أقولك أنه حتى البيوت اللي ما فاش حد في سنوية عامة بنقض ندعي كده للطلبة اللي فعالتنا اللي موجودين عندهم امتحانات ايه الشكاوى أصلاً اللي موجودة وأبرز يعني الشكاوى اللي عرضوها أولياء الأمور على وزارة التربية والتعليم شوفي خالي نقول لي احنا السنة دي بالأخص في حقبة جديدة في وزارة التربية والتعليم بيقودها الدكتور رضاح جالي خلفاً للدكتور طرق شاوى وبالتالي أنا دايماً بقول إن الدكتور رضاح جالي كانت كده كده موجود في المطبخ يعني أدق تفاصيل التفاصيل داخل وزارة التربية والتعليم وده كانت ميزة إن الرجل جاء قاعد على الكرسي يعرف بالضبط المشاكل وجاهداً بسرعة حاول يحلها طب إحنا قدام سنوية عامة مختلفة بالفعل إحنا قدام سنوية عامة مختلفة ده كلام لا إحنا نتكلم بالأفعال إيه اللي حصل بالضبط كان طول عمرنا في السنوية العامة طول السنة الطلبة من أول السنة لقابل الامتحان بشهر إحنا يا جماعة الامتحان ورقي ولا تابلت ده كانت قضية كبيرة جداً فهمني إزاي؟ لا الوزير من سابع أسبوع في العام الدراسي والعام الدراسي خمسة وثلاثين أسبوع يعني قبل 28 أسبوع تقريباً من الانتهاء العام الدراسي خرج وقال ما فيش امتحان من خلال التابلت وبالتالي ما عدناش بنسمع إحنا تابلت ولا لأ عملنا تجربة والسيرفرز ده هذيك قلت وقع لا ما وقعشي ما فيش الكلام ده خاص امتحان السنوية العامة هذا العام واضح من أول السنة هل كانت الشكاوة من أولياء الأمور كتير بسبب التابلت؟ طبعاً طبعاً ليه بقى؟ ليه بقى؟ المشكلة في أين؟ النهاردة من صلاحيات الوزير في أي مرحلة إن لو حصل مشكلة في السيستم أثناء الامتحان ينجح كل الطلبة طبعاً ده ممكن يحصل في سنوية عامة بتطلعك لعنق زجاجة اسمها الجامعة مستحيل ده يبقى فيش تكافق فرص ده احنا كده يبقى قتلنا الشاطرين بمجرد إن احنا قلنا السيستم في امتحان السنوية العامة وقع وبالتالي الوزير طلع قمساً بنجاح كل الطلبة احنا كده بنقد على طموح ما فيش قوان تكافق فرص ظلم وعدم عدالة بالنسبة للطلبة المتفوقين والمتوسطين كمان وبالتالي ما ينفعش في امتحان السنوية العامة أي مكان يحصل يعني أقول واحد من عشرة ولاحد من مية في الألف في غلطة كم حد كده هقولك احنا رجعنا خطر لا ما نعمل نرجع خطر لما نكون احنا تراجعنا تماماً عن فكرة إن احنا نعمل امتحانات إلكترونية تمام فعشان كده احنا في أولى وتانية بنجرب مجموعة من السيستم علشان نوصل لسيستم محترم نقدر من خلال لما نعمل الامتحان في تالت سنوي ما يبقاش فيه ولا غلطة وبالتالي امتحان أولى وتانية سنوي إلكتروني عادي يبقى إيه لان احنا ما يزلنا لحركة بتقول كده أي تجربة فيها منغصات وفيها مطبط صحيح طب أنا أجي أعمل واشتغل على المنغصات والمطبط لطلبة الدرجة والنص درجة والواحد من عشرة كيف يلي في مستقبلهم في مستقبلهم ما ينفعش يبقى إيه لان أنا أمام تجربة في الأصف الأول والتاني الثانية والمستمرة في الامتحان الإلكتروني لما الدولة المصلية تتأكد من بنيتها التحتية التكنولوجية في المدارس ومعلمي التطور التكنولوجي داخل المدارس وزارة التربية والتعليم في التنسيق مع وزارة الاتصالات يعني يبقى عندها إن 100% ما فيش غلط هتلاقيه الوزارة والدولة بتعنن عن امتحان سنوية عامة إلكتروني كامل من خلال التابعة عايز أقول برضو حاجة تانية الامتحان اللي في الورق والقيمة مش في التابعة أنا من وجهة نظر ما هو إلا وسيلة لأن الورقة الامتحانية ومواصفاتها وإسلوب التقييم من الممكن أن يضع على تابلت ويضع في الورق فإحنا مرجعناش الورق ولا حاجة إحنا عشان عندنا طموحات دايما إن إحنا عايزين كله إلكترونيك أو ديجيتال كان ده حلمنا لكن حضرتك الإختلاف إيه هو أنه النهاردة الامتحان وسائل التقييم بتاعته والنظام الأسئلة بتاعته هتختلف عن قنوعة التابلت أو على الورق هو نفس الامتحان ده بس بلما هو على التابلت بقى موجود على الورق إحنا أمام تجربة جديدة في وسائل التقييم ما عادتش بتاعتمد أن الطالب يرص اللي حافظه داخل ورقة الإجابة طيب بقى ورق عملنا إيه؟ عملنا البابلشيت اللي هو اختيارات آه عملنا البابلشيت نفس وهو برضوك لما كان إلكتروني برضوك هتعمل البابلشيت تمام ونفس الأسئلة بنك الأسئلة بناخد منه مجموعة من الأسئلة العشوائية والامتحانات العشوائية ونحطها على التابلت أو نطلعها نحطها على الورق والطالب بيظل الكده على الاختيار الصحي آه آه بالظلط لا بيظل بعشان برضوك نوضحها للناس البابلشيت البابل دي اللي هي الفقعة اللي هي الدايرة اللي انت هتحط عليها الإجابة أو يعني مثلا إيه الإجابة محمد ولا أحمد ولا محمول جنب أحمد دايرة احنا بنسمى الفقعة آه فهو دي البابلشيت انت تفقع الفقعة دي بالألم بتاعك طب تفقعه ازاي ما تحط الصح انت بتقعد الظلالي آه الدايرة برضو نقطة ما بتظلالي الدايرة لكنك بتفقع العين بالظلط اللي هي احنا بنقول كده آه بتظلالي الدايرة بتاع البابلشيت طب احنا بنقول لي ظلالوا الدايرة يا جماعة لأن الماسح عشان كان زمان احنا كان عندنا بقى اي بنعمل احنا ساعات صح بنظلل الدايرة اللي موجودة على الاجابة الصحيحة ليه لأن المصحح الالكتروني ما بيشوف الصح او الغلط هيشوف الدايرة دي هو بيشوف الدايرة دي فعشان كده بنقول للطلبة برجاء ان انتو تظللوا الدايرة بلاش نعمل صح او غلط طب حد يقول لك مثلا ايه طب لو انا عملت ظللت الدايرة وبعد اكتشفت الاجابة دي هي اللي غلط وحطت ايه الدايرة تانية لا اعمل على الدايرة القديمة علامة اكل في الحالة دي ممكن المسح الضوئي شو بقى الميل يعني ان المسح الضوئي لما ييجي او المصحح الالكتروني لما ييجي يعني يبص على الحتة دي هو هيطلقه وطلقك انت انت قصلك امن الاتنين لانه مش عارف الاتنين فيدي علامة حمرة فاللي واقف جنب الجهاز ياخد الورق ده ويعطى صحيحه بالعين المجردة من المعلمين تاني قولها تاني حتة مفهوم فاهمها؟ مفهوم يعني لو هما ظلل ايجابتين ورغم انهو عامل غلط على واحدة المسح الالكتروني او التصحيح الالكتروني او النظام السيستم ده مش هيعرف يفرق انت قصلك ده ولا ده وبالتالي بيد اشارة حمرة ياخد ورقة الطالب ده يجيبه معلم من ضمن المعلمين يقوله الصحة حالي دي واعمل عليها الصح من الغلط طب بالنسبة للأسئلة المقالية او بيقوله عليها دلوقتي الروبرك اه واسئلة التعبير اللي هي محتاجة شوية كتابة كتير تصحيح فيها هيك بأس في عهد الدكتور طرق شاوئي ما كانش عنده ايمان بفكرة الأسئلة المقالية الدكتور رضح جالي رجل تربوه بطبيعته وبالتالي عارف ان من ضمن مقومات نواتج التعلم هو ان احنا يبقى عندنا نظامين من الأسئلة أسئلة مقالية وأسئلة ملطة شوية اللي هو اللي اختيار من المتعدد فأعاد لأول مرة مع النظام الجديد لامتحانة السنوية العامة وده الأول مرة أعاد فكرة الأسئلة المقالية إذا المقالية تبقى موجودة بنسبة 15% من توتل اللي امتحان هيتم تصحيحها إلكتروني وبردك نوضح تصحيحها إلكتروني إزاي هيبقى فيه مسح ضوئي وليكن هو الاسكان اللي احنا عارفينه ها الاسكان لإجابة الطالب للأسئلة المقالية وتترفع على التابلت تتبعت لمجموعة لتنين من المصاحين هتقول تابلت نين من المصاحين لأن دايما الأسئلة المقالية فيها يعني عملية نسبية في التصحيح يعني وليكن حد كاتب تعبير معلم شايفه قويس يدي 7 من 10 ومعلم تاني شايف أنه هو يدي له 5 من 10 لأنها عملية نسبية ما بين المعلمين لأنه ما يعني ما فيش نموذج إجابة هيقول التعبير الصحة أو موصفاته صحيح تمام طيب اتنين مصاححين عشان داي صحح وداي صحح طيب لو الاتنين اختلفوا بنسبة كبيرة أعلى من درجة يعني واحد قال 8 والتاني قال 5 يقوم واخدين الورقة دي تاني يبعتها له مصاحح تاني تالت يفصل ما بين الاتنين ده قمة العدالة والموضوعية في امتحانات الشنوية العامة وفر قد ايه بقى قصة المسح الضوئي ده من كوادر وجهد فانت بقى معاتش عند حداك بقى كمية المصاححين اللي كانت موجودة النقل واللوجستيات اللي كانت بتاخد الإجابات وتنقلها وتوديها وتطلع على مقر المصاححين وممكن يحصل تلاعب في النتائج يحصل تلاعب في الورق اللي موجود هو المسح ده موجود في كل مدرسة؟ موجود في المراكز في مراكز معينة على مستوى الجمهورية يعني أنا في منطقة معينة كل مدرسة هتودي للمنطقة دي؟ بتودي للمنطقة دي بتودي للمنطقة دي ويشتغل المسح طب المسح الإلكتروني أو زي المقول السيستم التصحيح ده عمل لنا اين؟ كل ما كنا بنقلل كان كل حلمنا تقليل العنصر البشري في امتحانات السنوية العامة لأن بطبيعة الحال العنصر البشري بيصب ويخطئ طيب لما هنقل العمل البشري المسح الضوئي والتصحيح الإلكتروني مستحيلة بفي غلط هتقول لي طيب طب لما ما فيهوش غلط احنا بنعمل ليه تظلوا من الطلاب السنوية العامة؟ ما هو برضوك رغم أن أنا عندي تصحيح إلكتروني لايه الآل حسبة كده؟ عمرنا ما كتبنا عن الآل حسبة في يوم الأيام واحد بلاس ون بلاس ون إكوال تو عمرنا ما جابت ثلاثة أبدا نفس الحكاية في التصحيح الإلكتروني ما فيهوش غلط لكن ممكن طالب ورقته ما تكونش هي دي حطينا احنا اعتبار لفكرة أن ممكن طالب ورقته تضيع وما تكونش دي إجاباته وبالتالي ممكن يعمل تظلم لما يجي يطلع على ورقة الإجابة وورقة الأسلام بتاعته يكتشف اللي مش بتاعته تمام؟ أو حصل اختلاف أو أن احنا فينا قراصة إجابة بتاع طالب حطناها ما بيحصل طلاف نتاج السنوات العامة إزاي حد ما عندوش ضمير وده الأقلية برضو مش نقول المقتر عرف أن الطالب ده شاطر ومتفوق وهو متوسع لحد داخل اللي جاني فبيقطع من نص القراصة الإجابة عدب من الأسئلة ويشيل من ده ويحطها عند ده وبالتالي ميزة التظلم أنت ممكن ده لأن الطالب يجي يطلع على ورقة الإجابة والأسئلة فلو حصل تلاعب هيبن قدام الطالب إزاي وكل ورقة مكتوف فيها رقم الجلوس ومكتوف فيها اسم الطالب ومكتوف فيها كده لا مش كل ورقة بس إيه بقى عملنا إيه السنة دي في الوزارة وزارة عمت إيه عمت حاجة مهمة جدا برضوك ودي تحسب للوزارة ودكتورو ده حاجات قال لك أنا عشان أمنع التلاعب بنتاجة السنوية العامة أنا هعمل بار كود لكل طلب على مستوى الجمهورية ويتحط البار كود ده في ورقة الإجابة في البابل شيت وورقة الإجابة بتاع الأسئلة المقالية هيببى فوق وتحت وبالتالي أنا بأضمله حقه في التظلم من التصحيح بالبار كود ده خلاص لو حد فكر إنه يتلاعب بنتاجة السنوية العامة فقطع من قراصة إجابة شطر طالب وحطاه في قراصة إجابة طالب خايب أو مشطر هنعرف الكلام هنعرف من خلال بار كود والطالب وهو جاي يبص في تظلمه هيبص ومش هيلاقي إن البار كود اللي فرقت الإجابة بتاعته دي هي مش البر كود بتاعه وبالتالي هيباني التلاعب اللي كان بيحصل فيه السنوية العامة طب إيه الإجراءات اللي احترازية المهمة اللي اتخذت السناجي شوف حدك كان فيه زمان بالناس مع طول عمرنا عن لجان أولاد الأكابر اللي هي كانت لجان معين على مستوى الجمهورية موجودة ومعروفة بيجي أولاد الأكابر زي ما احنا مسمينها يعني أصحاب النفوذ والسلطات يحولوا من محافظة لمحافظة لللجنة دي بالأخص لأنها معروفة أن هي سادح مداح والمعلم وهو ريحها عارف أنه لو قال بيم مش هلوح بيته منتكلم بشفافية وضوح طب الدكتور ده عمل إيه؟ قال لك ما فيش تحولات كانت تحولات دي ما بين المحافظات عادي ومدور الإدارة يؤشر عليها ومدور المدرية يوافق عليها الدكتور جدع جالي أفل تماما اللي جان أولاد الأكابر في السنوات العامة وعمل إيه؟ التحولات من خلال لجنة مشكلة داخل الوزارة برقالة الوزير أدى أفلنا باب أولاد الأكابر طيب كان فيه لجان على مستوى الجمهورية معروفة بحاجتين إما الغش الجماعي أو الشغب وبالتالي برضو كل المعلم اللي رايح عارف أن دي الجان فيها شغب ومشاكل وأوليها الأمور مستدين المعلم بره واللي بيتكلم بيتبهدل وكلام من هذا القبيل أم الدكتور رضا لقى لقى رصد كل لجان الغش الجماعي والشغب وقفلها تماما مش هيحصل السنة دي ولا امتحان في أي لجنة من اللجان دي نقطة الثالثة والمهمة لأول مرة بنحط كاميرات مرأبة في كل لجان السنوات العامة لرصد أي مخالفات داخل اللجان سواء من المرائب أو من الطالب لأنه ممكن المرائب برضو يخلي اللجنة سدح مدع برضو يبقى بقى ده تحت أعين وزارة التربية والتعليم والطلبة داخلين هيبقى فيه جهاز على باب المدرسة بيلقط أي طالب معاه أجهزة تساعد على وسائل الغش واللي يكون المحمول أو أي حاجة أو الساعد لكتناه بالضبط كده النقطة الثالثة والمهمة لازم أن نوضح للناس أن الوزير السنة دي أعلم أنه هو هيفعل القرارات بتاع حرمانة طلبة من الامتحانات في حالة الغش أنه عندنا قانونين لو أنا قلتهم لحدك أنت هتتخد من العقوبات اللي موجودة للطلاب السنة العامة فيه أحد تعريباً أحد العقوبات سجن تعريباً؟ طبعاً هي بقى عندنا قرار وزاري رقم 35 لـ 2018 وبعد كده اتعدل في 2020 القرار الوزاري الأولاني ده بيقول أن الطالب اللي أزاع أو نشر أو طبع أو ساعد في الغش كل ده بيتلغي امتحانه مش في المادة بقى في كل المواد والدور الذي يليه يعني نقول من الآخر أن الساعة دعاً ساعة السنة خلاص خلاص بما فيها اختخدام الموبايل بما فيها الاعتداء على أحد الملاحظين أو اللجان بما فيها أن أنت تحاول تهرب بورقة الإجابة أو تتلفها أو الكلام ده كله طيب ويحق بقى في نفس القوان ده يحق كمان للوزير المختص أو المحافظ في حال أنه هو يشوف أن الطالب ده عمل يعني جرم جسيم قوي ليتناسب مع فكرة الطالب أنه هو يحروم السنة اللي بعدها لبا احنا عندنا سنتين الطالب ايه؟ محروم فيها ده 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 قابش نيد لا أمر حمى عدالين في 2020 إن ده موجود ولكن كمان الورق يتحول الطالب يتحول للديابة فيحصل على إيه بقى؟ الحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يزير عن سبعة هذا المستقبل ضاعي وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزير عن مئتين ألف جنيه فانت خربت بتبوه طب والمراقب أو المعلم أو اللي يتجاوز أي مراقب أو معلم بيتجاوز في امتحانات الثانوية العربية أو أي امتحانات بيتحول على طول شؤون قانونية وبيتم حرمانه من دخول الامتحانات وبيدنه مجازات طيب سريعا جدا هل السنة دي هيبقى الامتحانات بنظام الأوبن بوك أو الكتاب المفتوح؟ السنة دي الامتحانات بنظام الأوبن بوك الأوبن بوك بالنسبة للطلب عشان تبقى فاهمة مش بتخش بالكتاب لأنه يبعادش وظهر التلبية والتعليم بتطبع قطب خاصة تابلت عدم موجود مع طلبة السنوية العامة بدءا من أولى سنوي وبالتالي عليها المناهج بتاعتهم والدرس بتاعتهم لكن من خلال كتاب السنة اللي فارت العامات وظهر التلبية والتعليم في المبادئ والقواعد والقواني الأساسية للمادة فبيديك الكتاب بتاع المفاهيم ده كتاب المفاهيم ده حديدك بتستلميه من المدرسة أو بتوزع مع الطلبة مع ثلاث حاجات وانت داخل الامتحان طلب بتاع السنة العامة وداخل هياخد البابلشيت كراسة الأسئلة وكراسة الإجابة على الأسئال المقالية يخلص دول يلاقي المرائب بيدي له كمان كتاب المفاهيم اللي فيه النظريات والقوانين المهمة المتعلقة بالمادة اللي عليها النهار على الطالب بقى أنه قبل ما يخرج من اللجنة هو بيسلم كراسات الإجابة والأسئلة يسلم كتاب المفاهيم لأن بيتم تأخذينه تاني وتوزيعه على الطلبة في السنوات القادمة على أي حال إحنا عندنا 13 قرار تقريبا هما اللي يعني فصلوا أو شكلوا شكل السنوية العامة الجديدة إحنا كنا زمان بنشتغل بنظام التابلت النهاردة هنرجع للنظام الورقي ولكن بشروط تانية خالص وبشكل تاني خالص اتكلمنا عن هذه التغييرات وتكلمنا أيضا عن العقوبات اللي ممكن أي طالب يعني لو تجاوز في حق اللجنة أو المدرسة ممكن يتعرض لها كلمنا عنها بالتفصيل للأستاذ محمد الشرقاوي صحفي المتخصص في ملف التعليم اللي نور النهاردة في ستوديو صباح القرية مصر شكرا حراك نشكرك يا خندب على قدق معنا